المعيد الاقتصادي المسائي من قناة الجزائرية دولية أهلا بكم بداية اختتمت في العاصمة البلجيكية بروكسل أشغال الاجتماع الخامس رفع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي ترأسه منصفة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب ومفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون بيان لوزارة الطاقة الجزائرية كشف أن التكتل الأوروبي جدد خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الجزائر باعتبارها شركا استراتيجيا وفعالا من خلال تموين الطاقوي للاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي كما اتفق الجانبان وفق المصدر ذاته على إطلاق برنامج بقيمة 15 مليون يورو لدعم وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة ودمجها في الشبكة بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والربط الكهربائي وتنمية الاقتصاد الأخضر الهايدروجين وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وكذلك نغلها كشفت دراسة حديثة أن أوروبا عليها أن تنفق نحو تريليوني يورو للتخلي عن الوقود الأحفوري والاعتماد على طاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى بحلول عام الفين واربعين وذكرت الدراسة التي قادها معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ أن القارة العجوز ستحتاج إلى استثمارات سنوية بقيمة 140 مليار يورو حتى 2030 ثم 100 مليار سنويا في العقد التالي لتحقيق ذلك تحولت أسعار النفط إلى انخفاض خلال تداولات الخميس لتواصل انخفاضها بعد تراجعها أمس لأدنى مستوياتها منذ شهر أوت وسط تقييم الأسواق لبيانات أو مخزونات الطاقة الأمريكية وإبقاء منظمة أوبك وحلفائها على سياسة خفض المعروض وتراجعت العقود الآجلة لخام براند تسليم شهر ديسمبر إلى 84 دولار للبرميل كما انخفضت عقود خام نايماكس الأمريكي تسليم شهر نوفمبر 82 دولار فاصل 90 سنة تتوقع اكسون موبيل شركة الطاقة ارتفاع أرباحها بمقدار 2.1 مليار دولار مع زيادة أسعار النفط وهوامش أرباح التكرير في الربع الثالث وهو ما تم تعويضه بصورة جزئية فقط عن طريق تراجع ربحية المواد الكيميائية وذكرت شركة النفط في بيانها أصادر أمس أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تحقيق أرباح بحوالي 1.1 مليار دولار أكثر من الربع السابق كما زادت أرباح عمليات التكرير بما يقارب مليار دولار توقع تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يتسرع نمو اقتصاد روسيا خلال العام الجاري التقرير الأممي حول التجارة والتنمية لعام 2023 توقع بأن يبلغ نمو ناتج المحلي الإجمالي في روسيا 2.2% خلال السنة الجارية و2% السنة المقبلة كما توقع التقرير أيضا نموا في اقتصادات دول كالبرازيل واليابان والمكسيك من بين دول العشرين رفع بنكو سيتي جروب توقعاته لنمو اقتصاد الصين للعام الحالي مشيرا إلى دعم السياسة النقدية الذي تجاوز توقعات ويتوقع البنكو الأمريكي حاليا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة سنوية تصل نسبتها 5% خلال سنة 2023 مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.7% وأوضح البنك أنه يتوقع تحسن الانتاج الصناعي والانفاق الاستهلاكي وظروف التجارة العالمية وهو ما سيعطي دفعة للاقتصاد ختام الموعد الاقتصادي المسائي يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة